كرست نتائج الولايات المتبقية فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة أرقام تقضي على أمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قلب نتائج الانتخابات بالطعون القانونية وإعادة الفرز فقد حصل بايدن على 306 أصوات من المجمع الانتخابي فيما حصل غريمه ترامب على 232 صوتاً بعد فوزه بولاية كارولين الشمالية نتائج الانتخابات الحالية تعيد نتائج انتخابات العام 2016 عندما فز دونالد ترامب ب306 أصوات على حساب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي حصلت على 232 صوتاً رغم خسارة ترامب أمامها في التصويت الشعبي أما في انتخابات العام 2012 فقد فاز الديمقراطي باراك أوباما ب332 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 206 أصوات للجمهوري ميترومني وفي العام 2008 اكتسح المرشح الديمقراطي باراك أوباما بفوزه ب365 صوتاً من المجمع الانتخابي مقابل 173 صوتاً لمنافسه الجمهوري جون مكين في العام 2004 أعيد انتخاب الجمهوري جورج بوشل ابن الذي فاز بفارق ضئيل بلغ 35 صوتاً إذ حصل على 286 صوتاً فيما حصل منافسه الديمقراطي جون كيري على 252 صوتاً وشهد العام 2000 فوز المرشح الديمقراطي ألغور بالتصويت الشعبي لكنه خسر الانتخابات أمام جورج بوشل ابن الذي حصل على 302 من أصوات المجمع الانتخابي فيما حصل غريمه الديمقراطي على 236 صوتاً